تزينت قمم الجليل الأعلى وقرى الجولان السوري المحتل منذ الليلة الماضية بالثلوج والتي اكتست باللون الأبيض في مشهد ساحر استقطب المواطنين والزوار من مختلف أنحاء البلاد والأطفال الذين خرجوا للشوارع احتفاء وترحيب بالزائر الأبيض في سياق مرتبط أكدت السلطات المحلية في مناطق الجليل الأعلى والجولان استعدادها للتعامل والتجاوب مع حالات الطوارئ الممكنة جراء تساقط الثلوج والمنخفضات الجوية في قادم الأيام المجلس المحلي بواكب طبعا كل يوم حالات الطقس اللي بدأ تيجي المستقبلية نحن نأخذ كل الاحتراطيات اللي يجب كمجلس المحلي يأخذها نجمة دويد الحمراء موجودة، الطفائية موجودة، البوليس موجود بلغة قليل كمان من شين مي، أشياء من الشكل كمان موجود أملاح موجودة بكترة، مبارح مثلا قمنا بتوزيع ملح على الشوارع رشينا ملح على الشوارع كل الليل وكل اليوم هذا وشهدت منطقة جبل الشيخ تركم الثلوج بارتفاع نحو 60 سنتمترا وانخفاض درجة الحرارة إلى ثلاث دون الصفر كما أدت الثلوج إلى تشويشات على حركة السير وإلى إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى الجولان أفادت الأرصاد الجوية عن انحصار المنخفض الجوي حتى مطلع الإسبوع المقبل فيما تتوقع الأرصاد سلسلة من المنخفضات الجوية تعم البلاد اعتبارا من بداية الإسبوع القادم